أحسن الله إليكم يقول ما حكم ذهاب زوجتي مع السائق للمدرسة وداخل المدينة دون محرم لانشغالي بعملي الأسكري وجود المرأة مع السائق الذي ليس بمحرم لها داخل السيارة هذه خلوة هذه خلوة لا تجوز فلا يستري بأحد في أن ركوب المرأة مع السائق الأجنبي أنها خطر وضرر ويخشى منها من وقوع الفاحشة والخلوة في هذا المكان الذي يمكن من الذهاب إلى أي جهة تراد بعد الاتفاق بينهما حينما يحضر الشيطان لأنه ما خل رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وهذه الوسيلة موجودة للذهاب إلى حيث يبعدون عن أنظار الناس فالخطر عظيم وحينئذ لا يجوز أن تركب المرأة مع سائق ليس من محارمها إلا مع ذي محرم حيث يرفع الخلوة محرم يرفع الخلوة محرم يرفع الخلوة ولا يلزم أن يكون رجلا المقصود أن هذه الخلوة ترتفع ولو بجد مرأة أخرى ولو بجد مرأة أخرى ترتفع الخلوة بها والله أعلم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة